موسيقى اليوم الجمال صحراوي من منطقة وادي رم الديسة الديسة اليوم مش بس أماكن للتخييم وصحراء جميلة وكثبان رملية لا الديسة اليوم عم تنهض بمشاريع زراعية لتوفر المياه فيها مياه حوض الديسة ولفت انتباهي وأنا ماشية واحة خضراء بوسط الصحراء موسيقى هذا أحد مشاريع جمعيتهم في قاعدين العسكريين مساحته مية وستين دنم زراعي ماشاء الله طبعا الفائدة من المشروع هو يوفر فرصة عمل 130 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي يعني كان مشروعنا الهدف منه أول شيء القضاء على البطالة تنفيذ لرؤى جلال سيدنا بأن الشغل أساس كل شيء والشغل معيب قتلنا ثقافة العيب بالنسبة للمرأة الآن المرأة تشتغل مع الرجل وتنتج نعطي فرص لأبناء المجتمع المحلي العاطلين العامل لمدة 6 شهور تقريبا في الموسم الواحد يعني معدل تقريبا على طول السنة لأنه إحنا نزرع تقريبا ثلاث مواسم مواسمنا الزراعية مشروع الفول مثلا الآن الفترة الحالية الفترة الشيطوية مشروع زراعي الفول وين بتودوا الفول عمان ولا العقبة؟ أحنا على أغلب يعني ما أخذين شقين لأنه تعرف إحنا نزرع بكميات كبيرة يعني إحنا أنا عندي 160 دلم فول يعني معدل اللقطة الواحدة تقريبا بحدود العشرين طون لا يستوعبها السوق المحلي إحنا نبعثها على سوق عمان المركزي في منها قسم يخرج للتصدير وفي قسم يغطي احتياجات أبناء منك حبة الفول منيحة في البركة؟ الحمد لله رب العليم يم معاته هذا فول طعمه غير شكل آه الحمد لله بعدين الفول هذا بنكهة يعني طابع طبعا نكهة بدوية آه يعني ما في مجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هي للمصارية العادة هي لسندوق الجمعية الخيرية يتوجه لدعم المجتمع المحلي تطوير المجتمع المحلي تشطيب المنازل ممكن نستخدم منه تشطيب منازل ممكن دعم صندوق الطالب الجامعي الطرود الخيرية ممكن نعمل كفالة حليب مثلا للأطفال الرضع لأصحاب الدخل المحدود ومن هذا القبيل يتحول كله تنمية المجتمع المحلي فقط ممكن للناس الذين يأتيوا على رمو ونحن نتحدث عن سياحة الداخلية التي يأتيوا على ديسة يمروا ويصيدوا سمكهم ويكملوا لقد ازهقنا زرب وزهقنا بإذن الله اليوم هناك صدد مع شركة استراتيجية ومستثمر فيها المنطقة التي هي أبو الأمين بإذن الله إن شاء الله نسعى أن تكون هذا المحطة رئيسية يرتادها السواح بحيث أن يصطاد السمك من المياه ويقوم بطهيها تقريباً في المناطق السحراوية ترى يعني بس كمان نحكي معلومة أن السمك هذا نياله والله أن يسبح بمية الديسة نعم حقيقةً عطتنا طابع ذات جودة هي مياه الديسة في جودة السمك الحمد لله سرنا النفس على مستوى السوق نعم هذا المشروع أصلاً هو بدعم وتنويل من مزارة التنمية الاجتماعية حقيقةً كل الشكر أولهم في دعم صندوق الجمعيات اللي ما قصروا معانا يعني معالي وزير الزراعة له بصمة فيه خاصة الموسم الأول حقيقةً وجه إنا كل إمكانيات وسخر إنا كل إمكانيات الوزارة الزراعة علمك عندهم يمتلكوا الخبرة في هذا المجال فحقيقةً ما قصر المعالي الوزير خالد حنيفات وما زال متابع معنا شكراً له من خلالكم الحقيقة يعني بكرة بس سيروا وتنزلوا عدي ستغير المنيو شوي بطل صاجي إلى تزرب صار فيه قنبري وشمك بإذن الله تكون شركة خيري إن شاء الله بإذن الله مع أم أبو الأمين والأمين إن شاء الله موسيقى شو بدنا أحلى من هيك قعدة ونصف الديسة وأكل زاكي جبنا على الفكرة نحنا جبنا سمكاتنا وجبنا فولات وهلا راحنا ندوقهم بس بالأول بدي أسمع من أبو يزن عن هالفكرة الحلوة اللي عاملينها ولا مخيمات بلا الشي بتيجي بجيب أكلاتك بتيجي عن نص الصعرة هون أبو يزن بتوكل بالموضوع إحنا متعودين بخيام لكن إحنا فكرنا في موضوع إنه ومنطقة التخيير وإنه إحنا نقهل منطقة يكون فيها خدمات لوجستية من مطبخ ومرافق صحية فعندنا إحنا خيم فليكسبل يعني يبنيها الزائر وين ما بده بأي مكان في منطقة التخيير بعيش الحياة البدوية الأصلية بعيش الحياة الفطرية أكلوا من المنطقة يعني مثل ما اليوم إحنا عاملين بالسمك في المنطقة بنجيبه بنصيده بنوديه على الموقع هان شوين بدو شوي بدو يعمله صيادية شو ما بدوه؟ ومثل ما شفته كمان نعمل الخبز على النار وفي كمان نعمل الشراكة لهم إسلام ما شاء الله عليك إسلام بتلاقوها في وين مكان تلاقوها بير مذكور بتلاقوها بالعقبة بتلاقوها موجودة هلا كمان برم يعني كل شي بتعمله لتدعم المجتمع المحلي في المناطق اللي بتتواجد فيها يعطيك ألف عافية الله عافية مو بدعة دايما بأفكارك الله يسادك وبعطائك وبحبك لأهل البلد وكيف تخدميهم الحمد لله رب العالمين هلأ من منطلق التعاون مع المجتمع المحلي والممثل في أخونا محمد ارتقينا إحنا ويا هاي الفكرة وزي ما هو شرح عنها هي الفكرة أنه التجربة البدوية هلا احنا بيجي السائح زي ما حكا بس كمان السائح ممكن يجرب هو في نفسه يعمل الطبخات البدوية مش بس أنه يعمل السمك ويعمل الأشياء اللي الفول بالزيت بالفول بالزيت طبعا هلا رح نجربه السائح نفسه سواء من السائح المحلي أو السائح الأجنبي أنه يعيش فعلا التجربة البدوية على أفولها من غير زيادة التكلفات صحيح وهلا هذا الوقت هو وقت السائح المحلي يعني أهل البلد يجوا على الرم يعني إحنا منحكي نهلا بشهر اثنين أوائل شهر اثنين الطقس حار صراحة فإنه الطقس رائع ودايما هو هيك حلو ومتمنى لكم نتمنى الناس اللي عم بتشوفنا نتيجي وتجرب هذا الاشي الحلو اللي إحنا مجربينه وعدين هيك بس نخلص وتزيح الكوميرات مؤدامنا وتفرج على هالمناظر الهلوة شو بدنا أحلى من هيك؟ دايما عندك أفكار حلوة مو بدعة شكرا لقلكم غالبين حالكم والله لا أهلا وسهلا فيك طول الأكل؟ لا إن شاء الله على السريع تجاعد يالله شدو حالك؟ نمزعم 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 الصراحة متل هيك مكان هو الأجمل بعيد عن العجقة وعن الفخامة وعن الضجة تخيلوا أنه صرنا نشتاء للهدوء في وسط الصحراء أنا شخصيا دائما بشتاء لوادي رمو الديسة وكل اللي راح هناك بحسوا بالطاقة اللي موجودة في هذا المكان وبحسوا بالسكينة علشان هيك برجعوا لها مرة واثنين وثلاثة اتضلوا بخير